مرحب بحضراتكو في حلقة جديدة من برنامج مشاعر وراء كل باب حلقة النهاردة هنتكلم عن مشكلة أسرية وهي مشكلة سن المراقة سن المراقة هو السن الذي يطلق على المرحلة ما بين الطفولة والشباب السن ده بيحصل فيه تطورات هرمونية وفوسولوجية لو ما خدناش بلنا منها واعتنينا بها كويس هتنشئ لنا جيل من الشباب غير منضبط نفسيا هيأثر بالتالي على الأسرة والمجتمع وفي حلقة النهاردة برحب بضفة البرنامج الدكتورة راشا علي اخي الصائي صحة نفسية هبدأ معاكي واسألك اقولك اهم التطورات الفيسيولوجية اللي بتطرق على سن الطفولة للتحول لسن المراقة خلينا متفقين ان الولاد بيجي عليهم مرحلة بينتقلوا منها من مرحلة الطفولة لمرحلة مراقة ودي بتبقى من سن من 13 ل 19 سنة بيطرق عليهم بقى بعض التطورات الفيسيولوجية والبيولوجية على الاولاد بتأثر بقى على يعني سلوكياتهم وامورهم العطفية مشاعرهم النفسية مشاعرهم النفسية وامورهم العطفية تمام والبنت سواء البنت او الولد الولد والبنت هما بيمروا بنفس المرحلة طب تفتكري المراهق زي ما بيقولوا كده يعني هو اصدق الناس في مشاعرهم هي ما بتبقاش اصدق لان هو ما بيبقاش متحكم في مشاعره ما بيبقاش عارف يحكم عليها يعني وحتى سلوكياته ما بتبقاش سبتة والمشاعر بتاعته متغيرة فيفضل الاحساس اللي هو بيحس بيه بيبقى متغير لحد ما يوصل لحد 19 سنة يعني انت شايفة ان لازم الاسرة تاخد بالها من التطورات ديت بيبقى فيه تطورات هرمونية كمان برضا اه اكيد طبعا لازم الاسرة تاخد بالها من التطورات دي لان لو ما خدوش بالهم هينشأ لنا جيل نفسيا مش منضبط الاسرة عليها عامل لان الفترة دي الولاد بتمر بنفسية اه متغبطة هو نفسه ما بقاش عارف نفسه فبيمر بمرحلة نفسية ما بتبقاش هو عارف يتعامل معي فالاسرة دورها ان هي يعني تتماشى معي وتحاول ان هي تتاقلم معي وتاخده بهدوء بطريقة ايجابية يعني يعني التعامل مع البنت بيختلف عن التعامل مع الولد اه طبعا ده ليه طريقة ودي لها طريقة يعني الولد ليه طريقة والبنت ليه طريقة البنت دايما بتبعيز احتواء اكتر الولد برضو بيبقى عايز احتواء بس عايز اللي يعني يتكلم معاه اكتر من ناحية الاب بقى لان هو بيتعامل معي كأنه شاب بقى وبيصحبه يعني بيعلمه السلوكيات بس الطريقة يعني نفى من كده ان الولد متوفي يعني هينشى الناشقة مش طبيعية؟ لا هي ملاش علاقة لان انت بيحصل لقدر الله ان الاب مكنش موجود في الاسرة سواء منفصل او سواء حصلت وفاة بيبقى فيها تعويض يعني الام بتقوم بالدورين مش شرط الاب بس يعني الدور الاساسي في التربية هي الام بس احنا برضو ما نغفلش دور الاب يعني بس افرد الاب دورتش مش موجود فبينوب عنه الام لان الام هي في كلتا الحالتانية بتتصرف مع البنت او الولد ازاي نقدر ان احنا نستثمر الانفعالات اللي بتنشأ في هذه المرحلة ونستثمرها نحولها لطاقات ايجابية الانفعالات بمعنى ايه؟ مشاعرهم في هما بيتولد لهم مشاعر بتختلف عن مشاعر ان احنا فازاي ان احنا نستثمرها وتبقى طاقات ايجابية تفيد المجتمع احنا بقى اكدوا احنا ممكن نعمل ليهم زي اهداف زغيرة سهلة ان هي تتحقق يعني ما تبقاش معقدة تكون بسيطة بحيث ان هو لما يعملها او انت توجهه ان هو يعمل انجاز معين بخطة بسيطة بخطة زمنية قصيرة يعني لما يجي نفزها يحيث ان هو عمل انجاز فده بيزيد من الثقة بتاعته يعني ثقته بنفسه ويحس ان هو انسان يعني فعال في المجتمع ويقدر ان هو يعني يطلع قدام ويتطور من نفسه فبيكون حافز لي ان هو يتطور يعني هنتكلم عن الدور الاعلامي بقى يعني كمان ده دور مهم جدا سواء على السوشال ميديا او او القناوات المرئية دلوقتي الاعلام يعتبر اللي بيرقبه او متابعه اكتر الفئة بتاعت الولاد بتاعتنا بتاعت سن المراهقة بالذات السوشال ميديا بالذات السوشال ميديا فبتدت طبعا حتى تظهر ترندات دلوقتي بتدور الولاد يعني بتدور الولاد يعملوا ترندات في المدارس حصلت نسبة وفاة عالية جدا على سبيل المثال سبيل المثال طلع ترند على برنامج مي يعني قصدك تقصدي اللي هو شارلي ده لا 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 كان فيه ترند طالع ان الولاد يكتموا نفسهم في المدرسة واللي الاكتر واحد المدة بتاعته تطول ان هو كتب نفسه هو اللي بيفوز فكان ولاد كتير جدا حصلت لهم ان القلب توقف ده غير موضوع شارلي ده كمان او غير موضوع شارلي البنات اللي حصلوها زي ازمة جوال حمال او لا ده غير ده طبعا تأثير من الاسرة المصرية مش هنقول تأثير من الاسرة المصرية او من المدرسة مش هنقول برضو المدرسة انت دلوقتي الولاد اخدوها منين مفيش رقابة من الاول من الاسرة على الولاد بيتابعوه احنا بلازم برضو بنتابع الفترة دي لان الولاد عندهم اندفاعية اكتر وتهور مش بيبقوه عارفين النتائج الافعال اللي هم بيعملوه فدول الان هي بترايب هم بتشوف دلوقتي هو بيتفرج على ايه فانت بتوعيه يعني في حاجات انت المفوط انت قلوه لا ما ينفعش ان هو يتفرج عليها لان انت عندك السوشال ميديا مفتوح فدلوقتي الولاد بتتفرج على كل حاجة وفي النهاية اه 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 بعرب عن شكري اه اه للدكتورة راشع علي اه انها شرفيتنا انها اهضة في حلقة البرنامج عالى امن اللقاء في حلقة قادمة ان شاء الله شكرا